بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن جرم سماوي ضخم يقترب من الأرض مر بالقرب من الأرض كويكب قطرة تقريبا 2.7 كيلو متر بتاريخ 2013 شهر 5 يوم 31 من رحمة الله تعالى أنه لم يصطدم بالأرض يقول العلماء حافظ الكويكب على وجود مسافة آمنة من الأرض بلق قربها 5.8 مليون كيلو متر يقول البروفيسور فيتز سمونز من جامعة كوينز هناك أكثر من 600 كويكب كبير الحجم بالقرب من القلاف الجوي للأرض وإذا ارتطم بالأرض جرم بهذه الحجم فإنه رح يسبب كارثة بيئية على مستوى العالم تمكن العلماء من إحصاء أكثر من 9000 كويكب مختلف على حجام قرب كوكب الأرض والذي يثير دهشة العلماء أن مسارات هذه الكويكبات مدروس ومبارمج بدقة بحيث أنها تقترب من الأرض وتترك مسافات شاسعة فلا تصددم وهذه من رحمة الله تعالى يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أن في ذلك لآيات لكل عبد منيب سورة 7 آية 9 فهذه الآية تؤكد أن الله تعالى حدد مسارات هذه الكسف أو الكويكبات بحيث أنها لا تصددم بالأرض إلا بمشيئة الله تعالى والله أعلم